الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعدان حفظه الله يقدم ويدخل فيها أيضا الملابس التي عليها عبارات وثنية شركية أو خادشة للحياء لا يجوز لنا أن نلبسها ولا أن نمكن الناس من لبسها ممن هم تحت أيدينا من زوجة أو ولد فإن هناك عباء ملابس تحمل كتابات غير معروفة فلا يجوز لك أن تشتريها أو تشتريها زوجتك لابنتك أو بنتك إلا بعد أن تعرف حقيقة ما كتب عليها لأنها قد تكون عبارات وثنية أو طقوس دينية شركية أو يكون فيها شيء من عبارات الخادشة للحياء بل إنه لما ترجمت بعض العبارات المكتوبة على هذه الملابس وجدنا أن بعضها يدعو إلى الحشة بمن يلبس هذا اللباس والعياذ بالله فإذا الكتابات الخادشة للحياء منزلة منزلة تصوير ذوات الأرواح فأي لباس يتضمن شيئا من التصاوير أو العبارات الخادشة للدين أو الحياء فلا يجوز أن نلبسه ولا أن نمكن من تحت أيدينا من لبسه ويجب علينا مناصحة الباعة الذين يبيعون شيئا من ذلك لنساء المسلمين وذكرانهم